أتحدث عن سقيفة بني ساعد التأثر الواضح نتيجة الاعتماد على الفكر اليهودي المتاح للصحابة آنذاك فلقد أخذوا كثيراً من الديانة اليهودية خصوصاً في زمان الخليفة عمار حرفوها وأساساً هي ديانة محرفة هذا الكلام لا أقوله جزافاً علاقة عمار بالديانة اليهودية تمتد إلى الأيام التي كان في مكة فكان على علاقة باليهود وكان يأخذ منهم ما يأخذ من ثقافتهم ودينه واستمر على هذا الحال زمان رسول الله ولقد نهره رسول الله نهراً شديداً لكنه بقي على حاله وتأكد الأمر أيام خلافته ومثل ما حدثتكم عن أولويات التفقه التي تميز التفقه في دين العترة الطاهرة أشير بالإجمال إلى واقع السقيفة بني ساعدة منذ بداية نشأتها الإبتداع في كل شيء عبر التسطيح الأعرابي وهذا نجد ملامحه واضحة في المذهب الطوسي القذر أنا لا شأن لي بسقيفة بني ساعدة هم أحرار في دينهم وكذلك الطوسيون أحرار في دينهم لكنهم يكذبون علينا وفوق كل ذلك حينما نتحدث بحديث دين العترة يقولون هذا حديث الماسونية على أساس أنهم يتحدثون بحديث دين العترة إذا ما صرحوا عن مذهبهم وتركونا بحالنا نحن لا شأن لنا بهم إنهم مذهب عباسي كالمذهب الحنفي كالمذهب المالكي فما علاقتنا بتلك المذاهب الذين يتبعونها أحرار في أنفسهم وأحرار فيما يعتقدون وهناك يوم تجتمع فيه الخلائق يحاسبون عن عقائدهم وعن أديانهم الطوسيون كذلك هم أصحاب مذهب عباسي هو المذهب العباسي الخامس لكنهم يفترون على العترة الطاهرة مثلما ضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا سيكون من حقنا أن نتحدث عنهم وأن نكشف عوراتهم وأن نكشف ضلالهم فهذا واجب شرعي وتكليف ديني يجب علي وعليكم إذا ما اعتقدتم بذلك أن تقوموا به بحدود الإمكان وبحدود الاستطاعة كل واحد مننا بحسبه أعود إلى سقيفة بني ساعدة التي تظهر آثارها واضحة جلية في المذهب الطوسي القذر الابتداع في كل شيء عبر التسطيح الأعرابي ولذا تجدون فهمهم للقرآن سطحيا عقائدهم سطحية فهمهم للأدعية والزيارات فهما سطحيا بكل ما لكلمة التسطيح والسطحية من معنى سطحيون إلى أبعد الحدود خصوصا خصوصا المراجع مراجع النجف كائنات غبية سطحية متحجرة متخلفة لا تفقه شيئا من حقائق معارف الكتاب والعترة هؤلاء غاطسون في قذارات علم الرجال وعلم الأصول في أحسن أحوالهم وهي قذارات وهي قذارات ما هي بعلم ولا هي بمعرفة إذن النقطة الأولى الابتداع في كل شيء عبر التسطيح الأعرابي النقطة الثانية التأثر الواضح أتحدث عن سقيفة بني ساعدة التأثر الواضح نتيجة الاعتماد على الفكر اليهودي المتاح للصحابة آنذاك فلقد أخذوا كثيرا كثيرا من الديانة اليهودية خصوصا في زمان الخليفة عمار أخذوا كثيرا وكثيرا من الديانة اليهودية حرفوها وأساسا هي ديانة محرفة هذا الكلام لا أقوله جزافا علاقة عمار بالديانة اليهودية تمتد إلى الأيام التي كان في مكة فكان على علاقة باليهود وكان يأخذ منهم ما يأخذ من ثقافتهم ودينهم واستمر على هذا الحال زمان رسول الله ولقد نهره رسول الله نهرا شديدا لكنه بقي على حاله وتأكد الأمر أيام خلافته فدار حوله من دار منهم من الشخصيات المشبعة بالفكر اليهودي التأثر الواضح نتيجة الاعتماد على الفكر اليهودي المتاح للصحابة آنذاك في الوقت الجاهلي في زمان رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك أمزجة الحكام من حكام السخيفة إلى حكام الأمويين إلى حكام العباسيين وهكذا أمزجة الحكام ومصالحهم وجهلهم جهل الحكام وحقدهم على دين العترة كل هذا له مدخلية في صياغة وصناعة المذاهب العباسية المذهب الطوسي ما هو ببعيد عن هذه الصياغة والصناعة فهو مذهب عباسي قذر صحيح أن العباسيين أعطوا الحرية للطوسي أن ينشئ مذهبه بالنحو الذي تخدع الشيعة به فإن الطوسية لا يستطيع أن يصنع مذهبا عباسيا كالمذاهب الأربعة لابد أن يغلف بغلاف تخدع به الشيعة فغاية الأمر أن يحيد العباسيون الشيعة مثل ما حيدوا الطالبيين والعلويين بنقابة الطالبي فحيدوا الشيعة بالمذهب الطوسي وعودوا ودرسوا تأريخ الشيعة بعد أن تأسس المذهب الطوسي واعتنقوا تغير حالهم بالكامل أمزجة الحكام ومصالحهم وجهلهم وحقدهم على دين العترة إشغال الناس لازلت أتحدث في أجواء سقيفة بني ساعدة إشغال الناس شيئا فشيئا ابتداء من زمن أبي بكر مرورا بالأزمنة الأخرى إشغال الناس شيئا فشيئا بالقراءات والتجويد وما يسمى بعلوم القرآن ولا هي بعلوم ولا ببطيخ إشغال الناس شيئا فشيئا بالقراءات والتجويد وما يسمى بعلوم القرآن يضاف إليها الجدل الكلامي الفارخ وما يرتبط بالأسانيد والروات من علم رجال وغيره فضلا عن الفتاوى التي صارت دينا فتاوى تأخذ عبر تلك المقدمات وتستنتج وتستنبط وبعد ذلك تحولت إلى دين فدين سقيفة بن ساعد لا هو بحقائق القرآن ولا بعقائد الهدى دينهم فتاوى وأحكام ادخلوا على فضائياتهم وستلمسون هذا الأمر هو هو في المذهب الطوسي العباسيون جعلوا المذاهب مفرغة من حقائق القرآن مفرغة من عقائد الهدى جعلوها في سياق يرتبط بفتاوى وأحكام استنبطت بمعزل عن القرآن وحقائقه وبمعزل عن عقيدة الهدى وأخذت النصوص المحرفة والمكذوبة أساسا عند أتباع سقيفة بني ساعدة أخذت على أساس أن كل نص وربما يضاف إليه نص أو نصان على أساس أن النص يمثل وحدة نصية معرفية معرفية مستقلة فجاء الدين عبارة عن مجموعة من المرقعات يحاولون أن يجمعوها ولا تجمع وهذا هو حال المذهب الطوسي بينما في دين العترة إذا ما كنتم تتابعون برامجي تجدون أن المفاهيم والعقائد والتفسير والأحكام يتشكل في لوحة واحدة من النص القرآني إلى النص الحديثي في تفسير القرآن إلى النص الحديثي الآخر الذي يتناول جانبا من المعرفة العميقة إلى مضامين الأدعية وحقائق الزيارات فتأتي النصوص متسقة متناسقة متفقة متوحدة وهذا هو منهج معاريض الكلام ومنهج لحن القول بحسب فقه دين العترة الطاهرة دونكم برامج ساعاتها بالآلاف بالآلاف ساعاتها عودوا إلى برامج وتتبعوها لا أقول لكم اقبلوها وصدقوها ولكن دققوا النظر في منهجيتها حيث تتعانق الآيات مع الأحاديث والروايات مع الأدعية والزيارات بنحو ينسجم سجاما تؤيده حكمة العقل السليم وتنساب البلاغة العربية والفصاحة العلوية بنحو واضح في سواق ومجاري تلك اللوحات المتكاملة من ثقافة العترة الطاهرة ومعارف قرآنهم المفسر بتفسيرهم إنها الثقافة الغدرية الرائقة إنها المعارف الزهرائية الرائعة هذا هو الذي تقدمه لكم قناة القمر فقارنوا بين هذا وبين الذي تقدمه لكم قنوات السيستانيين وقنوات الشيرازيين قارنوا ذلك وحكموا بإنصاف نذهب إلى فاصل أما الشافعين والذي توفي سنة ميتين وأربعة للهجرة في الزمن العباسي فإنه يمثل نقلة في أجواء سقيفة بني ساعد حيث مازج بين الثقافة الأعرابية والتي تطورت شيئا فشيئا من زمان السقيفة إلى الزمان الأموي إلى الزمان العباسي الشافعي في زمانه انتشرت الثقافة اليونانية وانتشر فكر أرسطو اليوناني في أجواء المسلمين وصار له من التأثير الواضح في أجوائهم لذا فإن الشافعية اقتنص ذلك وقد تأثر به منهج الشافعي هو جماع ما بين الثقافة الأعرابية التي هي ثقافة الصحابة ثقافة الأعراب الثقافة الأعرابية وهي بقايا مرحلة التنزيل بعد أن حرفوها لأنهم كفروا بمرحلة التأويل ولذا صار العداء واضحا فيما بينهم وبين أمير المؤمنين وقاتلهم على التأويل قاتلهم على التأويل مثل ما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله ستقاتلهم على التأويل قاتلهم على مرحلة التأويل فهذه ثقافتهم بقايا مرحلة التنزيل المحرفة وأضافوا إليها من أكاذيب الصحابة الكثير الكثير وهي في الأساس ثقافة أعرابية وخالفوا أمير المؤمنين في كل شيء من هنا نشأ هذا المبدأ من أن الصواب في خلافهم مع آثار الثقافة اليهودية التي ساعد الخليفة عمر على نشرها وانتشارها أيام خلافته كل هذا وصل إلى الشافعي مع جديد من الثقافة اليونانية فما زج بين الاثنين ومن هنا خرج علم الأصول في أول كتاب يؤلف في علم أصول الفقه بعنوان الرسالة الشافعي له فقهان الفقه القديم والفقه الجديد فعينما ندرس المذهب الشافعي سنجد ما يقال له قديم الشافعي وما يقال له جديد الشافعي قديم الشافعي فقه العراقي وما قبل العراق قبل العراق الشافعي قضى ردحا من الزمن في الحجاز وردحا من الزمن في اليمن في جزيرة العرب هذا فقه الأقدم وفقه القديم هو فقه العراقي أما فقه الجديد هو فقه المصري في الشطر الأخير من حياته انتقل إلى مصر وبقي هناك إلى أن مات ودفن فيها فالمذهب الشافعي يقسم فقه الشافعي إلى قديمه وحديثه إلى قديم الشافعي وحديث الشافعي وما بين هذا وهذا امتزجت الثقافة الأعرابية مع الثقافة اليونانية وكان الشافعي ذكيا فأنتج انتاجا جديدا تبنته مؤسسات السقيفة بني ساعدة آنذاك وتشققت المذاهب بعد ذلك بحسب الرعاية العباسية وانشئت على علم الأصول هذا الشافعي توفي سنة ميتين واربعة فعينما فعينما أراد الطوسي أن يؤسس مذهبا عباسيا خامسا وهو في الأساس شافعي درس عند الشوافع الشوافع في كتبهم يقولون عن من أنه شافعي نسهبا ودينا ولكنه بعد ذلك ترفض حينما اتصل بالشيخ المفيد بعد أن انتقل من خراسان إلى بغداد الشوافع هكذا يقولون يقولون عن كان شافعيا وصار رئيسا للإمامية هذا مذكور في كتب الشوافع وسنأتي عليه سنأتي على ذكره في قادم الحلقات وصلنا إلى الطوسي الطوسي مازج بين نتاج الشافعي والمعتزلة وأضاف إليه نتاج علماء الشيعة في ذلك الوقت وفي الحقيقة علماء الشيعة ما كانوا بشيعة إنهم معتزلة المفيد كان معتزليا بعد ذلك اهتدى أما المرتضى فهو معتزلي بامتياز لو كان الحديث عن الشريف المرتضى لجئتكم بكتبه ولأثبت لكم أنه معتزلي من خلال كتبه وإن كان يتظاهر بالرد على المعتزلة على سبيل المثال كتابه الشافي في الإمامة يرد فيه على المعتزلة لكن الأمر ليس بيده نشأ في بيئة عباسية الثقافة الرسمية للدولة العباسية كانت ثقافة معتزلية بامتياز الشريف المرتضى نشأ في عائلة هي في طاعة وخدمة العباسيين أبوه كان نقيبا للطالبيين صحيح أنه أودع في الحبس لمدة زمنية طويلة لكنه أودع في الحبس بسبب تواجده في الجو العباسي وبسبب خلافات العباسيين فيما بينهم لم يكن قد أودع في الحبس لأنه كان شيعية أبدا هذه عائلة نشأت في أحضان العباسيين المرتضى نشأ معتزليا وحينما التحق بالمفيد المفيد معتزلي أيضا منذ نعومة أفاره وقد مر الحديث عن كتب المفيد وقرأت ما قرأت عليكم من ضلاله صحيح أن المفيد في آخر الأمر بتوفيق إمام زمانه التحق في دائرة الهدى وابتعد عن دائرة الضلال التي كان عليها سابقا لكن كتبه بقيت على حال ضلالها كما هي وقد قرأت ما قرأت عليكم منها في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج أما المرتضى عاش معتزليا ومات معتزليا أحد أسباب ضلال أطوسي المرتضى أطوسي التحق بالمفيد ودخل في عالم حديث العترة حينما بدأ يشرح المقنعة التي هي الرسالة العملية للمفيد في أيام حياة المفيد بدأ يشرحها بحديث العترة في كتابه تهذيب الأحكام صحيح أنه خان هذا الكتاب الذي يغلب على ظني أن خيانته كانت بعد موت المفيد وإلا فهو لا يجرؤ أن يفعل هذا أيام المفيد لكن بعد موت المفيد خلت الساحة له وللشريف المرتضى المعتزلي جانب من ضلال الطوسي أخذه من الشريف المرتضى لو كنت بصدد تحليل شخصية الطوسي ومن أين جاء ضلاله لفتحت نافذة على ضلال الشريف المرتضى الرجل كان معتزليا بامتياز كتبه تتحدث عن ذلك وبداية تدمير حديث أهل البيت بدأت من الشريف المرتضى هو الذي بدأ برفض الأحاديث التي يقال لها الخبر الواحد الأحاديث الأحاديث ودعا إلى العمل بالخبر المتواتر تأثرا بالمعتزلة لأن المعتزلة يبنون عقائدهم على الأخبار المتواترة وكذلك الأشاعرة مع أنه لا حقيقة لشيء يقال له الأخبار المتواترة هذه أكذوبة من الأكاذيب لا يوجد في عالم الأحاديث شيء اسمه الأحاديث المتواترة أتحدث عن عالم الحقيقة أولا وأتحدث عن منطق العترة الطاهرة ثانيا لا يوجد في دين العترة الطاهرة شيء اسمه خبر الواحد والخبر المتواتر لا وجود لمثل هذا في ثقافة العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد وإنما جاءنا به المرتضى وأمثاله من النواصب وهذه بداية عملية تدمير أحاديث العترة الطاهرة لا أريد أن أخوض في أحوال الشريف المرتضى لأن صفحته قد طويت وقد تعهد بضلالنا وإضلالنا شيخ الطائفة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين تعهد الشيخ الطوسي شيخ الطائفة بضلالنا وإضلالنا وإخراجنا من دين العترة الطاهرة فلذا كل الكلام يوجه إلى هذا الرجل لأن الشريف المرتضى كان منشغلا بأمواله وثرائه وترفه كان يملك أموالا طائلة من أين جاء بها العباسيون قدموها له الشريف المرتضى كان عباسيا بامتياز وكان خادما وعبدا وكلبا للعباسيين مثل ما هو الطوسي كان من تلاب العباسيين تستكثرون هذا الكلام أنا أعرف هذا ولكنني لا أبالي لأنني أتحدث عن الحقيقة صفحة المرتضى طويت لذا لا أريد أن أقف عندها طويلا وإلا إذا أردت أن أطيل الوقوف عند المرتضى فإنني سأكشف لكم وبالوثائق والحقائق عن كل هذا الذي قلته بالإجمال عنه في هذه اللحظات على أي حال أعود إلى الطوسي الطوسي ما زج بين نتاج الشافعي والمعتزلة وعلماء الشيعة المتأثرين بالنواصب من أمثال المرتضى ومن أمثال المفيد أيام ضلاله ومن خلال كل ذلك أنتج الطوسي مذهبه الخاص به عبرة أولا منهج تفسيري مسخ في ظاهره وعمري صرف في جوهره منهج تفسيري مسخ في ظاهره إذا أردنا أن ندرس تفسير التبيان فهو كتاب كشكول فيه خبط وخلط تسيطر عليه عجمة كنا نضحك على أنفسنا حينما كنت طوسيا أقرأ تفسير التبيان وأرى العجمة الواضحة وأرى الخلل الواضح لكنني أضحك على نفسي وأحدث الآخرين عن بلاغتي وفصاحة الطوسي لأننا نريد أن ندافع عن المرجعية ونريد أن نسد الأبواب بوجه الوهابيين وغيرهم من أن يطلعوا على عيوبنا ومن أمثال هذا الهراء والخراء الذي كنت غاطسا فيه أيام كنت طوسيا قذرا وسخا إذن الطوسي أنشأ مذهبه الخاص عبرة أولا منهج تفسيري مسخ في ظاهره وعمري صرف في جوهره هذا أولا وثانيا رسخ العقائد الأشعرية والمعتزلية عبر منظومة أصول الدين الخمسة هذه المنظومة لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة أبدا مثل ما حدثتكم وإن كان الحديث إجماليا لكنني لكنني وعدتكم أن أخصص حلقة لموضوع أن الدين له أصل واحد بحسب دين العترة الطاهرة ولعنة على المذهب الطوسي الذي ضللنا بمنظومته العقائدية هذه التي تتحدث عن أصول الدين الخمسة هذا ثانيا فإن الطوسية رسخ العقائد الأشعرية والمعتزلية عبر منظومة أصول الدين الخمسة وثالثا جعل دين الشيعة يدور مدار المنهج الاستنباطي الشافعي الابتداعي الطوسي مثل ما حدثتكم عن كتابه المبسوط من عنوانه إلى آخره مو يقولون المكتوب ينقر من عنوانه عنوان كتاب الطوسي الاستنباطي الفتوائي المبسوط هو مأخوذ من عنوان كتاب الشافعي الأم عنوانه الأصل المبسوط وبعد ذلك غير العنوان نذهب إلى فاصل موسيقى موسيقى